ننتقل إلى مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مفتي السعودية الذي أكد أن الذين يدعون إلى المظاهرات في الحج دعوتهم باطلة وشيطانية فهم يريدون أن تنصرف وجهة الحجاج إلى أمور الشر وهذه الممارسات لا تجوز مؤكدا أن الجهات والأشخاص الذين يدعون إلى ذلك خائنون للأمانة خائنون للأمة وشدد مفتي السعودية في تصريحات صحفية اليوم تعليقا على محاولات الجهات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الرأي العام الإسلامي لنشر الفوضى في موسم حج هذا العام على أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا بأن دعوتهم باطلة وقال إن الحج عبادة وطاعة لله فانحراف هذه الفريضة عن مسارها الصحيح دون وجه شرعي هو أمر دينيا لا يجوز